نبقى مع مراسلنا نضال كنعنا الذي ينضم إلينا مباشرة من القدسة نضال يعني بعد هذا اليوم يوم الشلل الطاويل الذي شهدته إسرائيل تخللاته طبعا حملة اعتقالات ومنوشات مع قوات الأمن اختتم باستدعاء وزير الدفاع جالانت من قبل الحكومة لو تطلعنا أكثر على التفاصيل نعم ميشيل العمليا يؤاف جالانت هو الأكثر اطلاعا على ما يجري داخل الجيش الإسرائيلي ما يثير قلق الحكومة الآن ليس التظاهرات بحد ذاتها لكن ما يجري داخل الجيش هناك حركة عصيان كبيرة في الجيش الإسرائيلي هذه الحركة تتعظم كل يوم كل يوم نسمع عن لائحة جديدة من الموقعين بأنهم لن يحضروا للخدمة في الجيش خدمة الاحتياط نحن نتحدث عن خدمة الاحتياط الآن لكن الجيش الإسرائيلي الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية مبنية على جنود الاحتياط وبالنسبة ليؤاف جالانت الوضع مأساوي لا يمكن أن يستمر وهناك إمكانية حقيقية لتفكك الجيش جالانت أطلع نتنياهو على هذه الأفكار وعلى هذا الوضع داخل الجيش وطالبه بوقف التشريع خاصة القانون الذي يعطي السيطرة الكاملة للحكومة على لجنة انتخاب القضاء جالانت كان ينوي التحدث الليلة ومطالبة نتنياهو علنا بوقف التشريع نتنياهو استدعى جالانت إلى مكتبه والآن هناك حوار بين الاثنين وهجوم كبير من أعضاء الليكود على جالانت وأيضا من الائتلاف الحكومي من حزب قوة يهودية مثلا الذين قالوا بأن جالانت يساري وأن جالانت لا ينفذ سياسات الحكومة في وزارة الدفاع وطالبوا بإقالته أو على الأقل إن لم يكن راضيا عن هذه التشريعات فليقدم استقالته وليخرج من الكنيسة والحياة السياسية من المفترض أن يتحدث نتنياهو بعد عشر دقائق وفقا لمصادر مقربة من نتنياهو ومن مكتب رئاسة الوزراء فإن نتنياهو على عكس ما كان متوقعا لن يطالب أو لن يعلن عن وقف التشريعات بل على العكس سيستمر بها ربما سيطالب بتهدئة الشارع أو يعرض ربما اقتراحا للحوار بين الحكومة وبين المعارضة لكن الآن وفي هذه الأثناء هناك تظاهرة للمحتجين على هذه الخطة لنتنياهو في مدينة ابني براك وهي مدينة ملاسقة لتل أبيب تسكنها أغلبية مطلقة من اليهود المتزمتين الحريديم الآن هؤلاء المتظاهرون يتعرضون للضرب بالحجارة ولإطلاق المفرقعات من قبل سكان هذه المدينة المتظاهرون يقولون بأنهم بما أن هذه الأحزاب الآن تقود هذه الانتفاضة في إسرائيل على القانون الإسرائيلي فيجب نقل التظاهرات إلى مقر وجود هؤلاء هذا أيضا يتحدث عن الانقسام في الشارع الإسرائيلي ما بين تل أبيب ما بين الحركة الشعبية في تل أبيب ما بين الطبقة الوسطى وبين اليمين الإسرائيلي المتدين البعيد ربما عن الحياة في إسرائيل لا يخدمون في الجيش ولا يدفعون ضرائب ولا يعملون أصلا وبالتالي هناك ربما انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي الأمور ليست فقط حول القضاء القضاء هو العنوان لمشاكل كثيرة شكرا لك نضال كانعنا مراسلنا من القدس